استطاع البابوات في روما ان هما ياخدوا حق تعيين واختيار الاسكوف في جميع الامبراطورية الرومانية وفضل الموضوع ده كده كتير جدا لحد ما جاء الامبراطور هناري الرابع امبراطور رومانيا المقدسة والكلام ده كان سنة في 1075 ميلاديا وتجرأ واعترض على البابا ريغوريوس السابق اللي هو كان اسمه قبل البطرياركية وقبل الباباوية هيلد براند الموضوع ده دايق البابا ريغوريوس السابق جدا وقرر ان هو هيحرم وفعلا حرم الامبراطور هناري الرابع ومعنى ان هو حرمه ان هو عزله كمان من الملك الموضوع ده خلى الامبراطور خايف جدا خد مراته وخد ابنه الرديع ومشي في سلاسل جبال القلب فعز الشتاء القارس قد ما وصل على باب القصر بتاع البابا وفضل واقف لمدة يومين حافل قدمين ولابس ملابس خشنة لحد ما البابا بعد يومين سمح له ان هو يقابله وتكلم معاه ورفع عنه الحرمات بشرط ان ما يرجعش الخطأ تاني اهلا بكم ومعاكم كرولوس كمال وحلقة جديدة من برنامجنا حكاوي ابتية عايزين نوصل لكم التاريخ ببساطة جدا فاللي عجبها فكرة البرنامج جاليت يشترك معانا هنا في القناة ويفعل الجرس عشان يقدر يشوف كل الحلقات الجديدة وكمان لو الحلقة عجبتكم دوسوا لايك وبعد اذنكم شيروها لكل الناس عشان نقدر دوسر رسالتنا بسبب بعض الاخطاء اللي ظهرت في كنيسة الكاتوليك ادى الى ظهور البورستانت وظهر مارتل لوصر بالحركة الاصلحية بتاعته وكل ده بسبب عدة عوامل وعدة اخطاء بشعة ظهرت في الكنيسة الكاتوليكية في الوقت ده من اشهر الاخطاء اللي ظهرت في الكنيسة الكاتوليكية هي سيادة بابا روما كان البابويين بيعتبروا نفسهم هم الاصقفة الاهم في الكنيسة وان بابا روما ده هو اهم سلطة في الكنيسة على مستوى العالم والبابا الوحيد اللي لازم كل الكنيس في العالم تخضع له وده بسبب عدة عوامل والحاجة لان بابا روما هو كان البابا الوحيد في قرة روبا كلها وفي الغرب كلها فكان الغرب مفيش غير كرسي روما هو الوحيد اللي موجود في القرة كلها فبسبب الموضوع ده البابا حاس ان هو الوحيد اللي اعتبر على الكنيسة كلها وتاني حاجة بسبب هجوم القبائل البربرية على الامبراطورية الرومانية وفتتتها لعدة مقطعات وكان كل مقطعة بيحكمها امير ده اللي خلى ان بابا روما هو الشخصية المحورية الوحيدة في روما اللي كل الناس بتلتف عليها وبتسمع كلامها ثلث حاجة حصل فجوة بين الشرق وبين الغرب بسبب عدة عوامل اول حاجة ان اللغة بتاعتهم مختلفة فالشرق كان بيتكلمه يوناني اللي هي كنسة الروم الارفوزوكس والغرب كانوا بيتكلمه لاتيني اللي هي كنسة الكاتوليك تاني حاجة بسبب الحملات الصليبية اللي دخلت وفتتت الدنيا كلها ثلاث حاجة بسبب ظهور الاسلام وخلى الشرق يبعد تماما عن الغرب فحصل فجوة بين الاثنين وكان بابا روما دايما بيحس ان هو البابا الوحيد والاوحيد وبعد كده سلطة البابا ما قفتش على السلطة الدينية لا ده كمان تدخل في السلطة المدنية وكان فعلا بيختار الاسكف وبيعينه ومعنى اختيار الاسكف في الوقت ده او الكاردينالات في الوقت ده كانت بتتدخل في السؤون الدينية والشؤون المدنية وكان ليهم سلطة واسعة جدا جدا ونرجع تاني معاكم للعوامل اللي قدت لزهور البرستانت وهي فساد الاكليروس في الوقت ده كان رتبة الكهنوت بتدفع لها فلوس وانتشرت جدا السيمونية فكان اي حد عايز ياخد الرتبة الكهنوتية كان يدفع فلوس كتير جدا عشان يقدر ياخد الكهنوت لان الكهنوت في الوقت ده كان ليه امتيازات وكان ليه سلطة وكان ليه جاه وكان كل هم الكهنة في الوقت ده جمع الفلوس وارضاء رغباتهم وشهوتهم وكانوا نسيين تماما خدمة الشعب اهم حاجة السلطة والمنصب فالكهنوت كان ليه منصب وليه سلطة وليه جاه وليه حاجات كتير جدا يقدر يعملها لدرجة ان الامبراطور كان بيخاف من البابا جدا وكانت سلطة الامبراطور اقل كتير جدا من سلطة البابا مش بس كده الاسكوفيات كانت وقف وحجر على ابناء الامراء والنبلاء والاقطعيين فكان الفكرة كلها هي المنصب والجاه وجامها فلوس والشهوات وبس من دمن العوامل اللي قدت لزهور البروستانت هو جاهل الشعب لان الاباء الكهنة والاسقفة نسي وتعليم الشعب وتعرفهم الحياة الروحية وكانت الحياة الروحية بس بتقتصر على الأداسات والتقوص اللي كان بيتت قلب اللاتينية وما كانش حد فهمها فالشعب بعت جدا عن ربنا واهتم بالخزعفلات والسحر والشعوز ومن العوامل التانية هي سقوك الغفران وسقوك الغفران دي طلعت في الأول عشان يدوها للفقراء طب بعد كده بقت سقوك الغفران هي تجارة مربحة جدا لالبابا عشان يقدر يجمع منها فلوس والموضوع ده كان بسببه الشرارة اللي قدت إلى اعتراض مارتل وصر كينج فتابعونا الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر